يستفز ويخرجوا اسوأ ما فيك ثم يقولوا هذا انت يا مهدي. وحيكون عندهم حق الصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الانوار ويا صباح الفل. وازايكم عاملين ايه? اللايكات بقى يا جماعة. اللايكات بقى يا جماعة احمد امين طلع من الدودز. اه ده بيك دود. هو ليه مصر كلها بتحب جعفر هو حلوة ليه? مصر كلها بتتفرج على جعفر. هو ناس كتير بتحب جعفر. فرق كبير. ايه حوار احمد امين من الدودز دي. فيش كتب مكلف الناس يقفشولي لو حد استخدم الصورة بتاعة امين وحط عليها حكمة من حكم المسلسل. فهو اللي قفش الحقيقة. هو اللي قفش. بس طلع الحد ده اصلا واخد الفكرة مني. فزي ما تقول كده فجأة قلبت لجنة على امين. ودي حاجة مش لطيفة قوي مني بس غير مقصودة بكل تأكيد. اتفرجت على كام حلقة من كل مسلسل. اتفرجت على تحت الوصاية كله. اتفرجت على تغيير جاوه كله. اتفرجت على الصندوق كله. اتفرجت على حلقة واحدة من جات سليم. بكرة اللي هو اللي احنا بقينا دلوقتي ده? بقى تسعتاشر? ما معدناش على تسعتاشر? سبعتاشر? واو رمضان اتطور. استنوا ما من غير ده. مش تقولوا لي ان النهار ده تسعتاشر. وانا اعجب مش دليان. انا مجدش. انا انا تمنتاشر رمضان ده انا مجيتوش. انا معرفش ايه اللي حصل فيه. احنا كده اختبرنا السفر بالزمن. انا نطيت يوم. سقطت يوم في الحياة. ايه رائيك في جات سليمة? نبتدي في جات سليمة بحكم ان انا مقدرش اكون فيه انطبع على بعضه يعني يعني يعني. انا كل اللي شفته حلقة واحدة ولسه ما كملتش. مش مش قررت اني ما كملش. بس في اولويات المسلسلات اللي بتبعها اللي هي المسلسلات الجديدة. هو يعتبر مش عايز اقول في المؤخرة على مستوى المستوى. يعني مش على صعيد المستوى ولكن على صعيد الاهتمام بالاحداث. لان انطباعي عن الحلقة الاولانية انها ظريفة ودمها خفيفة. ولكن حاسس ان هو مسلسل اطفالي بنتوتي شوية. يا فاين في فئات كتير ممكن تتفرج عليه وتهتم بي وتستمتع وكلام زي دة. بس انا في حدود الحلقة الاولانية احنا بنتفرج على حاجة مش بتاعتي يعني يعني. واحد زي مش مفروض يكون مهتم يتفرج على الموضوع ده. او بحكم ان انا المفروض ان انا ناقد وكلام زي دة. عالفينوا كلام زي دة دي. المفروض ان انا اتابع واقول رأيي وحلل وكلام زي دة. بس كمان يعني. لا فاهمين اللي فيها. فده مش معناه ان انا مش هكمله. ومش معناه ان انا لما اتفرج على الحلقات اللي بعد كده يمكن ااخد انطباع مختلف او الاقي حاجة اكتر تربطني بيه او ادحك عليها او انبسط بيها او حاجات بالطريقة دي فلو نجحت في ذلك وعملت ده حابقا اقول لكم رأيي بشكل مفصل يعني بس على حدود الحلقة اللي انا شفتها زي ما بقول لكم كده حاسس ان الدنيا جات سليمة انا مدحكتش وانا بتفرج عليه ولكن مستتقلتش دمه في نفس الوقت انا حسيت انه هو بيتكلم على موجة معينة من الكوميديا انا مش هلقوها ما هيش ما هيش ليه اساسي لا ليه عمريا ولا ليه جندريا ولا ليه اي حاجة حاسس ان ده مسلسل بناتوتي اطفالي ومش هتوقف عند ذلك وحجرب ابص على كمان حلقة او اتنين وبعدين نشوف هل الموضوع يستحق الاستمرار ولا لا ليه انا لكن بشكل عام انا مش عايز اعيب فيه يبدو ان هو مسلسل زريف لطيف ناس كتير حباء بس مش ليه حاجة كده زي وينزدي بتاع ناتفليكس ناس كتير اطارد بيه انا حسيت ان هو برضو بناتوتي اطفالي مش ليه خالص عايز برضو ابقى دقيق وانا بقول هو مش فيه مؤخرة الاهتمامات على صعيد المستوى لان فيه مسلسل اخر في مؤخرة الاهتمامات على صعيد المستوى وده بقى لو احنا شطار نكتشفه مع بعضين ايه هو ده سؤال مسابقة الاستريم النهاردة ايه هو المسلسل اللي انا تقريبا تقريبا قررت ان انا مش هكمله مين شاطر يقولي اه تغير جاو مسلسل منا شلوية ممل جدا انا مصدوم من الرأي انا مع الرأي بتاع الناس اللي قلوه ده وممل جدا ورتيب جدا والاحداث اللي بتحصل مش مهتم بيها يعني يا حدودة انا مش عايز مش عايز طبيعة حسس لها ماشي يعني حتى مش عايز عارف هيخلص على ايه مش فرق معايا بس الصورة الموسيقى في تغيير الجاو حلو قوي الصورة ماشي مع الوضع في الاعتبار ان ما فيش تحديات قوي على مستوى الصورة يعني لما نحط الموضوع بالمقارنة مع تحت الوصاية لا معلش وده ممكن الحقيقة ما يكونش شيء عادل قوي في ان انا اصدر تغيير جاو للمقارنة دي وتقريبا كل المسلسلات لو تصدرت للمقارنة دي غالبا هتخسر بس الصوت يا دود المزيكة والاغاني يا ربي يا ربي برضو الدبل ستاندردز يا جماعة امير عيد ما هو الا احمد سعد بتاع الاغنية هو برضو اللي كل شوية يطلع كده ويروح عامل حاجات غريبة وبعدين هو مش بيغني هو زي ما يكون بيكلب يحلم طالع من البنج وحابة حط له ميكروفون فقعد بيقول شوية كلام كده انا بنام من المقدمة بنام من التترة اصلا ما بعرفش عيش معايا يعني والمزيكة المزيكة عاملة يعني انا قعدت طول ما انا كل ما ييجي فاصل فيه المقطوعة بتاعت المزيكة اللي بتشتغل كل شوية دي افكر هي بتفكرني بايه هي بتفكرني بحاجة مش حلوة ومش قادر اقرر ايه هي النهاردة بس عرفت ايه هي دي مزيكة شبه برامج المسابقات اللي كانت بتتعمل للاطفال بتوعي المدارس في القناة الثالثة الساعة اكتنينة للدهر اللي هو اصلا العيال كلها في المدارس هما بيشغلوه للا احب اللي هو انت مش هتسمعها اصلا ولا هتعرف عنها اي حاجة غير لو كنت عيان في البيت فده يعتبر عقاب لان انت يعني اتصلبط وعملت نفسك عيان علشان تقعد في البيت فتسمع وتتفرج على المقساة دي هو بجد زي ما يكون فيه فريق من الاطفال انا كل ما المزيكة تشتغل بتخيل فريق من الاطفال يعني طلعان يعني اي 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 وعرقانين وقاعدين حقا بالنظرات وبيحاولوا يجاوبوا على سؤال نح وبعد كده فيه مزيع لازج واقف هيقول لهم الوقت انتهى للي هي اللقطة اللي بتقطع فيها المزيكة وهما يجاوبوا بقى قولوا بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة الاربية الاعداد دي يا بنين والاجابة هي شعر النيل فكت من التتر يا دود انا بتكلمش على التتر بس انا بتكلم على المزيكة لجوة المسلسل عشان كده اسمه تغيير جو يا دود اي بهم محدش وعدنا انه هو تغيير للافضل صراحة برضو مش غلط انا مش متفق بس انت مقنع انا مش اصدق نعك احنا لسه في الاول عموما والمسلسل ممكن يتقلب تماما كنت حسس ان الامور في تغيير جو سيف شكل بوستر حاجة رائقة لطيفة ياد نصروا منا شلبي شوية شقاوة شوية رومانسية حاجات بالطريقة دا والدنيا تعادي واجواء خفيفة وكلام من دا الدنيا مش كده والدنيا رتيبة جدا ومملة جدا وعدد كبير من الشخصيات الثانوية بتتصدر الشاشة وهو قدرتهم التمتيلية متراجعة جدا زي الاطفال بتوع المدرسة اللبنانية وزي طاقم المساعدة في المطعم بتاع ميرفت امين والحاجات دا حصة اصلا التصرفات بتاعت الشخصيات في اوقات غريبة اكورد مش عارف هل في مدرسة معينة في المسلسل دوت على مستوى السيناريو او على مستوى سرد الحوار ان هما يسيبوا مساحة للممثل بانه يجود لا المراتي هما زي ما يكونوا مش مسنكين يعني هما واخدين مساحة لحرية التعبير مش عايزة يقول لدرجة مش لدرجة الارتجال بس في مساحة يعني والمساحة دا يتم استغلالها اسوأ استغلال الايقاع بتاع المشاهد شكله غريب مش قادر اطبع معاه وفيه اصرار على اظهار بعض الطبع في بعض الشخصيات واحنا بنتكلم في الحلقة الثالثة وبالفعل وصلنا لمرحلة الازعاج يعني شخصية شيرين اللي هي والدة منا شلبي في البداية انا كان عجبني جدا ادقها في الحلقة الاولانية وفكرة حد بيتعالج من ادمن المهدئات فمن الواضح ان انفعلاته مش هيقدر يتحكم فيها وحينتقل من حالة لحالة 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 بشكل سريع وكلام زي دا وصلت بعد كده لو هنقعد نسترس على دا اكتر في كل تصرف للشخصية بقى مزعج يعني انا خلاص بقى كفاية كل شوية الصوصوة والزعيق واللكنة البكيزة زغلولية بتاعتها في التعالي على الناس اللي حواليها والكلام دا بقى ممل ما بقاش ظريف خالص حتى محاولاتهم في الكوميديا مش حلو بتاع النوتي دا مش عارف انا تخيلت ان المهمة بتاعت التغيير جو اسهل من المهمة بتاعت الوصاية واسف مقدما عشان انا عارف كويس قوي ان المؤلفين الموسيقى بيزعلوا مني او مديرين الاضاءة بيزعلوا مني او المنترين بيزعلوا مني انا معرفش مين عامل ايه انا بجد بحكم على المنتج كامل الاحترام للشخص سواء كان توفق المرضي او ما توفقش هو اللي يتحمل المسئولية ولا ما يتحملش في الاخر احنا بنخمن بننجم يعني بس انا معجبنيش انا تحكت في مشهد نوتي دا غالبا بسبب غباء الفكرة حتى مش قادر اتواصل مع المعاناة بتاعتمين النشالبي حد صعبانة عليه من النشالبي يا جمال انا مش صعبانة عليا ولا متعاطف معها ولا حاسس بأي نوع من انواع اللي ارتباط بمعاناتها خلص حلقة الاولة كانت كويس بس التانية والتالتة مش كويسين خلص زهقت زهقت بجد لو حنتكلم على تغيير جو في حاجة عجبتني عجبني الديناميك ما بينها وما بين اياد نصار لما اخيرا نتقدم ان هي شخصية شعنونة هسترية مش هادية بتجري وبتعمل الكلام دول اعتقد ان دا المسلسل بيحاول يقدمه ولا اعتقد انه نجح فيه حتى الان شوفوا المعاناة بتاعتها مع العربية مع الورق مع البيت مع الفوضى مع معرفش مين واخيرا تروح لبنان في الرواءان وتحصل لها حتى فتتحبس جوه البلد فتتعلم تهدي عصابها وتستقبل الامور بطريقة افضل وبعدين تسد الفجوات اللي موجودة في الحياة بتاعت اياد نصار اللي يبدو ان هو خارج من تجربة ومأساة كبيرة جدا والحياة تستمره بتاعك دا اللي انت عايز تعمله دا اللي انت عايز تقدمه واللي بتحاول تقدمه المنشلبي دوت حتى الان جيلنا احنا بميكست سيجنلز انا اللي هو نظام ايه انا بطلت اقعد قدامك وتفرج على انت بتقدمه وهيين علي اجي اقعد جمدك وبص في الورقة اقولك اه هو انت بتحاول تعمل كده يعني هو احنا المفروض من كام حلقة دول نفهم قد ايه يا شخصية مضغوطة عصبيا وده قدى لانها ما تبقاش قادرة تستمتع بالحياة اللي حواليها والتجربة دا هي اللي حتعلنها على الهادي يا زرادي ونهد هو دا اللي انت بتحاول تقوله اصلا ما وصلش ولا انا ما فهمتوش فالحوار اللي دار ما بينها النهاردة وما بين اياد نصار كان حلو في الموضوع دا اللي هي نظام هو بيقولها الجواز وهي مسكت في الجواز جواز جواز ايه مجتمع ذكوري جواز السفر استهدي بالله يا بيان اخيرا ابتدت الرسالة توصل ابتدتها الاربط والامان ليه الامانة انا عاوز الاتنين دول سيبك بقى من الهم اللي انت عملت اعمله اللي حواليهم دا ركزلي مع الاتنين دول انا حيش معهم وبقى مبسوط لسه بادري لا ما اخد بالك برضو هما اصلي كلهم على بعضهم 15 حلقة ففكرة لسه بادري دي اسمحلي يعني حلقات كفاية جدا عشان اقرر ما اذا كنت عايز اكمل 15 حلقة اولا لا انا عاجبني ميستري بوكس اهو دا المسلسل الدافع الاساسي اللي مخليني مكمله هو اهتمامي بان انا عايز اعرف ابعاد اللغز اللي احنا قدامه دا واتحيوصلنا الفين ولكن هالمعنى كده ان انا مستمتع او مشدود او حاسس بالحماس او بشغل مخي معهم حتى في اللغز اللي هما فيه دا ولا في دماغي ولا يعني اعملوا اللي انتوا عاوزينه بس عايز اعرف الموضوع دا حيخلص علي ايه وبصراحة برضو ابتديت ارتبط شوية بالدراما بتاعتهم اللي هي وضع كل واحد من التلات عائليا بالتفاصيل بتاعته بكلام زي دا والنهاردة الحلقة كانت ميلة ناحية دا اكتر احنا قصة من الوقت الاضناف اللغز قليل جدا في حلقة النهاردة اغلب الوقت احنا عاملين نخش جوا بيوتهم اكتر نعرف ظروفهم اكتر ومن المؤسف ان الظروفهم كلها حالكة السواد عموما يعني عموما مين حاسس ان الدراما سودت في وشه هو بسم الله ما شاء الله المسلسلات يعني الصفارة قطع بينا جدا 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 وملوش بديل على مستوى الكوميديا على مستوى الترفيه ونزلنا بمسلسلات ممكن تكون كويسة ممكن تكون كويسة جدا كمان بس الاجواء سودة في كل حاجة حتى الصندوق دوت انا كنت متخيل ان احنا قدام لغز والاجواء الدرامية اللي حواليه هتبقى كده وكده ان هو يوزن الدنيا شوية بس الاجواء اللي احنا فيها احنا امام مأساة يعني النص التاني كل حزن حزن انجيد اكتقابنا بعد الصفارة صفارة لسا انتبع جعفر بطوف كورس ما يدير عيب عليك عاوزني ما بقاش جوزء من الترينك ولا هي ده زي اكتقابنا بعد كسل علامة طب كان يخليه اكتقابنا بعد المسلسلة رمضان مش وإحنا في وسطها مش كده الكبير هو في حد النهاردة تفرج على الكبير يعني يأسيبك من كمية الناس اللي ممكن تكون ثابت الكبير لانها يأست منه احنا على الاقل النهاردة كنا بنتفرج على الشوت التاني من مبارات تومو جاري اللي كانت شغالة اللي فاته ماتش ليفر بول وارسنال فاته شوية اثارة رخيصة من اجمل ما يمكن حزن القوم ظهر ياه انا شفت حزن القوم النهاردة تابعته كان كويس بصراحة يعني بعد الجوني التاني تحس ان اداءه في الباك اليمين تحسن كتير وعمل الجوني التاني بمهارة فاشيخة بصراحة النهاردة كان حزن القوم موجود طب ايه انتو شايفين الدنيا تحسنت يعني بعد ظهور حزن القوم ولا ايه انا مشوفتش الحلقة فانا ما عنديش رأي ياريتو مظاهر دائم المفروض هيكون فيه ماتشات في الحلقات اللي جاية وحتكون احسن انا قلتلك رأيي انا شفت التريلرز بتاعة حلقات الكورة دايت ما دخلتش بماغي اوي بصراحة تكلمت عن الكبير يا دود بص اعتقد ان احبقى مشغول لمشاهداته انت مش ملاحز ان الكبير قلب على كوميديا اطفال دا شيء في منتهى الخطورة يا عبدالصابور يا اخوة ان احنا نطلع الجيل من الاطفال يقعد سنة كاملة يقول الافهات دي احنا هنبتدي نشهد جرائم عنف ضد الاطفال وبعد كده هتنزل لنا في الجرائد وعلى تويتر ويتعمل منها حالات اجتماعية والفاين برينت بتاعها وعمره ما حيتقاله والناس مش هتفهم اتنين اطفال ضربوا بعد حد اتهور على ما عرفش مين العنف الاسر يا زداج ليه عشان العيال قاعدة بقالها سنة بتقول الافهات بتاعت الكبير الجزء الساعة ايه رأيك في حلقة جعفر النهاردة اه حلو عملنا انوع من انوع الانتعاش ولو اني كنت حابب ان احنا نقضي في لغز هودانة وقت قطول من كده شوية يعني احنا النهاردة اعتقد ان كتير جدا من الناس اللي تتفرج نسية الحوار بتاع عيدة دا خالص انا كان عاجبني قوي السطط بتاع الحلقة دي دهت الحلقة بتاعت عيدة لما اتضربت بالحديدة وبعد كده راح يطلع المعلومة الجبارة جدا مفيش حد دخل من البيت او خرج من البيت العمل كده موجود جوه البيت خيلت بقى ان جعفر حيلعب دور اركول بورو وحيعمل التحقيق بتاعه يطلع بالنهية اللي هو ايه نخش في الموالده واتناخد فيه حلقتين ثلاثة كل واحد يبقى موضع شبهات ونقعد نتكلم معاه ونحقق معاه ويقع بلسانه وبعد كده تظهر كلوزه بتاعك كنت عايزة تسحل في الموضوع ده حلقتين ثلاثة وبعدين ننقل على الحوار بتاع شوقيه بتاعه انا مش مبسوط ان احنا سيبنا الحتة دي معلقة بصراحة بس اللي حصل النهار ده برضو منعش جدا انا كنت بتريت ازهق انا قلت لكم ان انا كنت بتريت ازهق من الاحداث لا عملنا عركة حلوة والدخول بتاع الخط بتاع شوقيه دوت جامد سخن الدنيا دلوقتي خلاص احنا بقينا مقبلين على مرحلة الانتقام لان على ما يبدو جعفر حيتهان حبة حلوين بس على يعني هانا شيك يعني لو هيتحبسه بتاعه وبعد كده بقى وحنشوفه حيطلع ازاي منها وبعدين هيستعيد الشعلة مرة اخرى وكلام زي ده فده حلو شوية اثارة كاين انا بنتفرج على ماتش مصرعة حورة سيد بتاع جعفر اسم الممثل كده انا بحبه هو جامد بصراحة شفت تعبيرات وشه لما كان بيقولها عارفة يا اما مشكلة جعفر ايه انه غبي وانا مش مصدق انه هو منزلش ميم لغاية دلوقتي احنا الناس اللي متحكمة في المشهد بتاع الميمز بتفوت علينا فرص حلوة بصراحة نعيم الدرب يدود لا بس نعيم عمل اداء حلو النهارة يعني نعيم على مستوى المتوقع منه لا برينس عمل شوية شغل كويس طلع في هجمة او اتنين شكل خطورة كبيرة على شوقي واخوه اخوه ده مستفزه مش ممكن امه امه اغلص شخصية في الدراما كلها تقريبا لكن سيد يعيني يا نهارة ازرق ما تواقفا افكس لتغيير جوه وجات سليمة واتفرج على تلتة التلاتة يا راجل ايه رأيكم في الرأي اللي بيقولوا عزة ده هل ده كلام معقول على مستوى المسلسلات هل هذا اقل موسم مصري طب ده سؤال لحضراتكم انتو شايفين ان الموسم بتاع المسلسلات السنة دي وحش اقل موسم بالفعل اللي فات او حش اخر تلات سنين مش حلوين الموسم ضعيف يعني احنا لما بنقول ان هو وحش قلولي طيب ايه المواسم اللي كانت احسن منه ما تقوليش السنة قلولي الموسم اللي كان فيه تاك 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 اللي هو ايه اربع خمس مسلسلات حلوة مسلا فتفوق على ده لأن ده في تأديري الشخصي الهرشة السابعة كان مسلسل محترم جدا موسم اللعبة نيوتن انا كنت بتفرج هو تقريبا كان فيه لعبة نيوتن بس موسم البرنس جعفر حسن من البرنس البرنس الشرير بتاعه افضل احنا الشرير بتاعنا لسه منزلش الملعب يا برنس انا ازعلانة عليك قوي وانك بتابع جعفر العمدة اتعاطف في محله والله حسيته احسن شوية عشان فيه مسلسلات كتير خمستاشر حلقة ده عمل مهم جدا خلي بالك منزيزي كان مع نيوتن انا ما شفتش خلي بالك منزيزي بس ده كلام وجيه طبعا ما كانش مع نيوتن لا بقول لكم ايه اللي يقول معلومة يبقى متأكد منه انا مش حعرف افاليديت انا في السنين بلالة انت لو قلتلي الموسم بتاع جراند اوتالو والنوس ده خمسة وتسعين حقول لك امين الكبير كان لسه حلو ايام نيوتن اهو دي حاجة كويسة خادس المهم ان ده مش احسن سيزن يعني انا بقول ان هو احسن من غيره انا بتفرج على حاجات علشان مهتم بيها ده عمره ما بتحصل انا في العادي كنت بتفرج بعمل الموسم بتاع رمضان واشياء ده اللي هو عايز اشتغل وخلاص وفيه اوقات تانية ببقى المفروض اشتغل وعاوز اشتغل ومحتاجش رغل وما تفرجش برضو عنه سلسلات بس السنة دي انا بتفرج عايز اقولك لو ما بعملش رمضان واشياء غالبا حكمل جعفر العمدة وحكمل تحت الوصاية على الاقل المزاج الشخصي تحت الوصاية حيتفوق على الهرشة تحت الوصاية فتح كلام كده بيتفوق على الهرشة في نقطة معينة انا كنت اتكلمت عنها لو حد قفشها يبقى المتابع المثالي الكادرات لا موازنة الدراما ايه موازنة الدراما وضوح الرسال ايه اللي انتو بتقولش الكلام ده ده يا جماعة ده هابد من بتاع السنوية عامة اللي انتو بتكتبوه في الورق ده الناس بليش تغلو شغلناتها ده اه دي حلوة بس مش اللي اقصده برده مش كل اللي بيمثله شكله هو محلو اه دي في الجون بس لأ برده دي حلوة جدا دي اقوى من اللي انا كنت حقولها اصلا انه مسلسل له داعي على ما يبدو الفكرة هنا متفوقة على كل الدواعي الاخرى لصناعة مسلسل ده استبعد جدا ان في حد كلف حد اعمل لي مسلسل عن الصيادين في دوميات ده من الواضح انه هو نتيجة بحث اولا المستوى البحث اللي محطوط جوه المشروع بصرف النظر عن مدى دقته ولكن العناية بالتفاصيل في تقديمه شيء يستحق تحية من هنا البكرة ده انا ما بشوفوش يعني انا ما بشوفوش في السينما يا جماعة انا ساعات ما بشوفوش في السينما الامريكية شخصيا اللي بيحصل في مسلسل تحت الوصاية ده ده مسلسل له داعي الفكرة هي المتحكمة فيه يتعمل ويتعرض في اي وقت في الدنيا ما يبدوش ان هو تكليف على فكرة شفتوا انا لسه ماكملتش البودكاست بتاع ابو سلمان مع مريم نعوم ولكن هي وهي بتتكلم في الموضوع قالت اللي انا بقوله فاكرين انا بكنت بقولكم موضوع مسلسلات كتير جدا يبدو ان هي تكليف حد يكلم حد وقوله كتبلي مسلسل حد يكلم حد قال انا عايزك معاه في المسلسل بتاعي السيناء دي هو ده اللي حصل في مسلسل هرشة السبع رغم ان هو مسلسل رائع وحتى الان هو الافضل في رمضان لغاية لما نشوف تحت في الوصاية متوجه لإيه بس امينة خليل كلمت مريم نعوم قالت لها انا عاوزة مسلسل عن العلاقات ده اللي انا اقصده لأ المرة دي ما اعتقدش ان في حد اكلم حد انا اتصور ان The Diabs خالد وشرين كان عندهم الفكرة كان عندهم المفهوم كان عندهم الكونسل كان عندهم حاجة عوزيني يقدموها انا ما عنديش معلومة داخلية طبعا انا دلوقتي يعبهبد وممكن اطلع صحة وممكن اطلع غلط بس الفكرة بتبرفيل الجديد اللي انا جاي اقدمه دوت هو اللي بينتصر مش معايا مين نجم ومش معايا مين معرفش مين انا وبقولش ان مسلسل هرشة السابعة مسلسل خالي من البحث او ما فيهوش اهتمام بالتفاصيل او معرفش مين انا بتكلم على مرحلة الانسيبشن على مرحلة الفكرة بتاعة المشروع ده كله طلعت من ايه اغلب المشاريع بتاعة رمضان في الاغلب بيكون فيه نجم معين بيكلم كاتب او بيكلم مخرج او بيكلم مجموعةك ممثلين ويقولهم انا السنة دي عايز اعمل كوميدي انا السنة دي عاوز اعمل دراما انا السنة دي عاوز اعمل اكشن انا السنة دي عاوز اصفر بر مصر فاكرين يا جماعة الموسم اللي كل الممثلين سفروا اوكرانيا فيه ده على فكرة برضو الموسم دوت فيه ناس بتسافر في حتى كده يعني لو حضراتكم متابعين معنا ممكن تحسوا ايه الموضوع يعني هو مفيش واحد كان عنده فكرة تستنعي ان الاحداث تروح المكان ده هو فيه موجة فيه هوجة كده للناس قررت انها تسافر المكان ده الله ينور عليكم هو الناس معنا اللبنان هو ايه الموضوع يعني ده سكن برايورتي بعد اوكرانيا فدلق صدو فكرة الانسبشن المشروع اللي الاصل فيه فكرة في مخ بني ادم والبني ادم دوت مبدع بجد ومجتهد بجد وباحث حقيقي ورجل بيقدم مستوى الاهتمام والعناية يا جماعة لو قد تحت الوصاية ده هو المشروع اللي يعجزك يعني عارفين لي يا جماعة ناس كتير جدا بتطمح بسهولة قوي وبدرجة من درجات الاهمال والعناية اللي هو انا كاتب سيناريو مش قصد يقول ان هم الناس مش موهوبة طبعا انا ما عرفش الحقيقة بس انتوا حاسين بكمية البشر اللي عندهم ايمان شخصي بان هم عندهم فكرة حلوة الفيلم كاتبين معالجة حلوة المسلسل انا كاتب معرفش مين وعمل اليف لان مستوى المعروض بيحسسك هي اصعوبة يعني اذا كان ده المسلسل العلم على فكرة ممكن اعمل احداث اجمل من اللي عملها محمد سامي في جعفر العم اه لرشيد كمعالجة للكونتو المونت كريستو يا باشا ده انا لو لبسكت ورقة وقلم وكتبت معالجة للكونتو مونت كريستو ممكن اعمل حاجة فيها بتقرأ حسن من كده شوية واخد بالك لكن مسلسل زي الهرشة السبعة مينس حتة الانسيبشن بس ومسلسل زي تحت الوصاية حتى الان بالاضافة الى فكرة الانسيبشن يعجزك يخليك يقولك لأ لو ده المستوى يبقى انا اقعد في بيتنا لو ده المستوى انا ماينفعش اكتب ماينفعش افكر ان انا بقى سيناريست لان اللي بتقدم ده بيرفع البار قوي 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 يخليني اكتفي بكوني مشاهد لناس على ما يبدو بحق ربنا احسن مني اه ده اللي بيحصل في العادي ليه كل الناس مصدقة انها ممكن تبقى لعيبة كرة في مصر ليه كل العيال داخلين اكاديميات واهليهم بيقول لهم ما عايزينكوا تهتموا بالكرة بتاع ما رابش مين عشان هو ما شايفين الستاندرد بتاع المنتخب بتاع الدوري بتاع الاهلي بتاع الزمالك يعني عشان انا شفت ابني وهو بيلعب في الشارع عاملت رئيسة مجدي افشا ما بيعرفش عامل انا ابني كان واقف في الجن صد كرة شنوية ما بيعرفش صده ليه كل الناس مصدقة انها ممكن تبقى ممثلين ايه اللي صعب يعني ما انا عمال اتفرج على مناظر غريبة جدا في التلفزيون مين دول هالمعقول لا انا بتكلم بالعقل بالعقل بالعقلية بتاعت عدد كبير من الشباب يعني اللي ايه انا واحد بتفرج يعني طب ما انا ممكن اخش والدرب مكان ابن شوق فتحالة وليس انه ايه فتحالة ما يعني مش حس ان الموضوع صعب يعني لكن لما تتفرج على المواهب اللي بجد ولما تتفرج على الشغل اللي بجد ولما تتفرج على الاتقان اللي بجد تحس ان الادوار الابداعية في المجتمع نفسها بيوعد تقسمها بما يجب انك ترتضي بكونك مشاهد متابع متفرج معجب وما تحسش بغضادة في ده لكن انا كان بياسوقني لسنين طويلة جدا ان فيه ناس كتير تبقى مش عايز اقول قسم بها عشان ما زعلش حد يعني علشان كده انا بقول ان الموسم ده كويس الموسم رمضاني السنة دي على الاقل فيه شوية ناس بتوعيد السجمنتيشن بتاعت الشغل ان فيه وظيفة ان خالد دياب وشرين دياب كتاب سيناريو يرفعوا البار لفوق ان مريم نعوم بالورشة بتاعتها كتاب سيناريو يرفعوا البار لفوق يخلوا الموضوع منطقي اه دول ناس خدوا الفرصة دي وتحطوا في المكانها دي لانهم بكل تأكيد الافضل فيش ظاهر في الموضوع مونة زاكي is so good مونة زاكي is so good she makes me wanna cry حتى وهي ما بتعملش حاجة تستدعي ان الواحد يعيض كفاية خوف من المجتمع بقى انا فان لفينيسيس جونيور انا فان لرفقية الياء وفان لفينيسيس جونيور زي ما بقولكم الكنين دول دول اخر رسل السعادة في كرة القدم العالمية الباقي كله نكد وقارف وطلع يستنى في الواح العيب يطلع يستنى العيب بره عشان يضربه بالبوكس في وشه ده ايه اللي احنا فيه ده شفتوا الولى لولو الولى لولو ملوش دعوة بالما هو يا باشا عاوز يرقص ويدحك ده شغلته في الحياة كله ان هو يرقص حد ويقف يدحك دي ساعدته في الدنيا انا فهم للولى لولو ما هو غلط في عيلته اه دي النقاش اللي يطلع من ورا الموضوع المناي نقعد بقى ان نشوف مين اللي قال ومين اللي ما قال شو جاب سيرة معرفش مين جاب سيرة معرفش مين والوادي التاني عمال يرقص الناس على الشناكل والولى الشيكويزي لغاية دلوقتي بيحاولوا يفكوا ناتشو من بعض ومش عارفين يفكوه والولى الي اوعى مال يرقص في العيال ويطلع يضحك للكاميرا انا بصراحة لو ههتم بحاجة انا ههتم بدول I'm not judging على situation بتاع فالفيردي بس دي حوار على بعضه انا ما حبش هتابعه ولا عايز اعرف ايه اللي بيحصل فيه ولا يخصني في حاجة انا لو عايز اركز في حاجة اركز في الجزء اللي كانوا جايين يلعبوا في السيرك مبارح دول جونيور الناحياري وشيكويزي الناحياري انا عايز اتفرج على دول انا دي الكورة اللي عايز اتفرج عليها وانت بتتكلم اتكلمت عن كتاب السيريوري ما كلمتش عن مخرجين هل تأثرهم اقل لا محمد شاكر الخضر عامل ملحمة بجماعة المشاهد بتاعة البحر في حلقة النهاردة ايه ده ايه ده مستوى التفاصيل في الادوار بتاعة الاشخاص اللي موجودين على المركب الماشينير بتاعتها شغالة ازاي ممثلين واحنا عارفين انهم هم ممثلين بيشتغلوا وبيمدوا ايدهم زي ما يكونوا افراد على مركبة بجد على فكرة انا مقدش رحكم على الواقع يعني صياد بجد يقدر يقولك ده بيتحرك صحي بيتحرك غلط زي ما برضو في كلامه ومحترم جدا انا مش ضده على اللكنة دمياتي ولا مش دمياتي الاسكندراني اللي بيدعي انه هو الحاجات ده يدى كلام محترم وسبحان الله يا جدع اهدئة وده الكلام اللي الناس تتكلموا يعني انت لما تيجي تتكلم عن مسلسل وتلاقي نفسك فجأة نسيت يعني مستوى الحوار ما بيننا تخطى عسكاري الحملة الفرنسية اللي لابس جازمة قديدس ولا وحدة الاضاءة اللي بنت في الخلفية ولا العسكاري اللي اتغير قدام باب يعني تخطينا ده ووصلنا لمرحلة اللكنة يا لهوي ايه يا جدعان احنا مش لقيم مشكلة في فتحة الوسائل اللكنة انا مش بقول للناس ما تتكلموش في ده بالعكس كلمه ده وكلمه ده فتدير جدا وانتقدوه لو شايفينه ما هو غلط بس ده احنا وصلنا للمرحلة دي بنتناقش في اللكنة يعني كل اللي فات مفيهوش قزمة ورايحين نمسك في اللكنة انا قاعد بتفرج على شغل بتفرج على شغل وفي الموضوع بتاع البحر انا قاعد بتفرج جماعة هو الكلام ده ده جرافيكس ولا ايه يعني هم حطوا بس مركبة على كرومة والورق ولا ده بحر بجد انا لغاية دلوقتي معرفش الشوتس بتاعت المركبة وهي في وسط البحر الوحدة ده ده جرافيكس ولا بجد ولا ايه بالتفاصيل بالطريقة يا خبر ابيض عالجمال اسمع المزيكة يا عام بتاعت الوصاية يا الهي بعد ملحمي اضافي يعني المسلسل ده ممكن تركب له مزيكة تحسسك انها حدوتة شعبية وتركب له مزيكة زي اللي شغالة ده تحس ان انت في ملحمة شف شفت حتى استخدام الاداب بتاعت الافون تيتر السيكونس اللي بيبقى في اول حلقة قبل التيتر ده الفلاشباك بعد ما عدت التيتر انت غير معرض لانك تشوف فلاشباك سوأتمنى ان هما يكملوا على النمط ده الفلاشباك قبل التيتر حلو هتفرج على 30 ثانية دقيقة دقيقة ونص دقتين كل شوية هنبني اكتر في ايه اللي حصل وخلها تغرب وبعد التيتر هنعيش مع الاحداث بتاعتها مش واحد تاني صاحبنا كان بيجيب حتة عشوائية تماما من جوة الحلقة ويحطها قبل التيتر عشهر بقايق ايه الهدف الدرامي ايه الفكرة ايه لأي حاجة يا ربي وفوق ده كله مسلسل تحت الوصاية زمن الحلقة كام يا جماعة مركزين في الموضوع ده طالما مش واخدين بالكم يعني بالزمة كده بالزمة لا انت يا عم اللي تعرفني ولا عرفك انت تفرجت على الاحداث بتاعت تغيير جو لغاية دلوقتي والاحداث بتاعت تحت الوصاية لغاية دلوقتي مين المسلسل اللي تحصل فيه احداث اكتر مين المسلسل الاكثر ديناميكية مين المسلسل اللي مليان حواديث مين المسلسل اللي قدم شخصيات اكتر يعني انا بقول ان هو تحت وضل تحت الوصاية وبفارق كبير وتحت الوصاية زمن الحلقة بتاعته تقريبا 35-36 دقيقة بالتتر بالأفون تيتر لا كل المسلسل متصور في دوميات اه يا ريت لو حد عنده معلومة يفيدنا فعلا انت بها دي بقى اللي حسن فيه لكنا انت المفروض يتعمل لك بان بس انا حبتها بصراحة كانوا بيصوروا عندنا في دوميات وقارفيننا انا مبسوط ان هما اقرفوكوا بصراحة طول عمري اسمع ناس بتتكلم عن ان دي هم ممثل كويس وانا ما كنتش ادرحكم على ده بالأدوار اللي بتفرج عليها لا المرة دي ممثل بجد كل اللي حواليه مستوام سيئ جدا عشان كده لما طلعت حاجة جيدة انت شفتها فاشيخ لا 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 تحت الوصاية لو استمر على هذا المستوى وخلص الارك بتاع شخصياته كويس في النهاية لا احنا بنتكلم على يعني حطلعوا برا السرب تماما وحاسبوا محاسبة الهارش السبع تلاقيني بتكلم على كلام كده ما هنصه شفتوا شفتوا مشهد الخناقة ما بينها وما بينه ايه يا جدعان ايه يا جدعان انت ممثلين بس لا يجب ان تكونوا بهذه الجودة خالص يعني انا تشديت اللي هو علي طيب مدي ايه ده كريس انت حتوقف تتفرج ولا ايه الواد الصغير والبنت يا خبرة بياض على المشاهد والتفاصيل والصبر الولد معاها والتعبيرات اللي هو بيوضحها عن انه عايز يشيل مسئولية بس في نفس الوقت هو ولد صغير وعاوز يعيش طفولته ومحدش قال الكلمة دي يعني دي كلمة ما تقالتش محدش طلع عمل مونولوج على انغام امير عيد او احمد سعد عن ان الواد ده محروم من طفولته بيشيل مسئولية اكبر منه بكتير ولد وراضيعة وبيشتغل بيمثل تحت الوصاية جميل يا جماعة جميل انا معجب به جدا 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 ودايما بستبعي كلمة دونالد ترامب في برنامج دي ابرنتس الفاكرة دونالد ترامب دوت وهو عبارة عن برميل من الفزرات يعني ولكن برنامج دي ابرنتس اللي كان بيعمله ده كان من ارواع ما يوم كان عنده جملة ما بنسهاش تحت الوصاية لو كمل على الاوتو بايلوت لنهايته فهو افضل مسلسل فرمضان عشان يتراجع محتاج يعمل اخطاء جبية جدا وانا مستوى العناية والاهتمام ودرجة النطج الدرامي ودرجة النطج في الاداء ودرجة النطج في كل مكونات الصورة والصوت فاجعلني استبعد تماما ان هو يقع في اخطاء من هذا القبيل رشد الشام يا جدعين من اول لقتة ظهر فيها بالتفاصيل تفاصيل يا لهوي على الفن يا لهوي على الفن يا ناس الرقبة الشعر الوش حدوتة متحركة مش بروفايل شخصية بمجرد لما ظهر من قبل ما يتكلم حدوتة انا شايف الحدوتة كلها ولا تفتح بقك عمر ربيع ولا تفتح بقك انا عارف كل حاجة اقعد ارتاح انا عارف كل حاجة بحس اني عايزة روح اقعد لمدام مونة زاكي بالعيال لحد ما تيجي اه الله احمد خالد صالح للغاية دلوقتي ما اشتغلش بس عايزة اقول لك حاجة يعني المشهد الاول وهو بيتكلم معه في التفاصيل بتاعت الشقة والمية والعقد والفلوس والوش الكشر شوية بتاعه والكلام ده كله باللي هو لابسه لو كنا عملنا بول اكراس كل الناس من قبل ما يقول وظيفته ايه ده بيشتغل ايه كل الناس كنت هتقول مدرس احمد خالد صالح بقاله فترة مش شغال كويس ده حقيقي وانا انتقطت انتقطت شغله اصلا في عدد من الحاجات سؤال بجد يا دود هو مش غلط اللي بيعملو في الطفلة لتحت الوصاية زي ماشهد السرقة دي كانت تتغضل بجده وبتعيط انا فكرت في كده الصراحة معك حق بس انا يعني كشخصية عنيفة سينمائيا او دراميا او معرفش انت عملتوا ايه بس انت عملتوا الصحة زي نفس المبدأ بتاع الخطات بتاعت العيل مثلا في The Shining او حاجات بالطريقة دات على ما يبدو حقيقي ان الحصل دوت مش انساني بس طلع منتج للتاريخ دوت تفتكر لو فكرة Teamwork بتاعت السيناريو زي ماريا من عوم كده انتشرت ممكن تحسن من جولة الاعمال في مصر اه اه هي دي الثقافة اللي انتاجت افضل مسلسلات على مستوى العالم اتمنى كمان نوصل لمرحلة الشهورانر والشو كرياتر مشهد بتاع السرقة ده كان مرعب وتفرج على الشخصيات التنوية اللي قدت فيه الرجل الحرامي والرجل اللي فوق وابنه انتم مين يا ابني تبتمثله حلو قوي كده ليه تحت الوصية فكركم بفيلم فيه فيلم معين انا حسس بالاجواء بتاعته شوية فيلم نبي طبعا فكر في الاجواء بتاعت الولد مع البنت الصغيرة انا جاب معايا جدا لا انا حسس ان هو مشدود على القلب بتاع اللي هي احنا في رحلة خلاص كل يوم الصورة ستزداد سوادا وقتامة لغاية لما نوصل في الاخر للترايمف الكبير بتاع الرحلة بتاعت البطالون ولو هو فعلا مشدود على قلب دوت انا حاسخن اكتر واكتر على المتابعة شايف مونة زاكي افضل ممثلة في جيلها اعتقت اتصوري حضرتك شايف مونة زاكي تفوقت على مينة شلبي وهند صبري احنا محصوزين بتواجد التلاتة بس مونة زاكي اخفقتها اقل حدة لو عاوز اقول حاجة زي كده يعني السنة دي انا شفت الهند صبري فضل ونعمة صعب علي ان انا اتكلم عنه اللي هو نظام اللي حقوله هيزعل فما فيش دعك كلم عنه من اساسه ومن المسلسل حتى الان مش حل اتمنى يتم انقاط كلم عن الصندوق شوية الصندوق لسه لغاية دلوقتي هو الحمد لله تناول النقطة اللي انا كنت بتساءل عليها في اول ووتش بارتي عملناها للحلقة الاولانية تعتقد انتوا ليه مرحتوش للبوليس فهو قالك على ما يبدو البوليس حقق في الموضوع ده بالفعل وخلص ما له علاقة بالتحققات بتاعته وما وصلش الحاجة فاحنا لو جينا باللي احنا جايين بيه بيه دوت مش هنضيف حاجة جديدة والدفع الاخر اللي ما بينه السطور ما تقلش بشكل مباشر بس انا محترمه هو ان الشباب دول التلاتة دول محتاجين بروجيكت واحدة عايزة تهرب من امها وهو كمان الجو في بيته ولجوء المستقبل غير المستقبل اللي كان يتمناه وعلي قاسم كذلك فيه سر ما في علاقته بعم حسن اللي هو محمد التاجي والكلام ده فيه دواعي الاهتمامهم بالمشروع وفيه اجابة على سؤالهم اللي مرحوش للبوليس مقنعين ولا مش مقنعين ده موضوع تاني بس التحقيق مش متزن يعني فيه حلقات كتير مركزة بالكامل على التحقيق زي الحلقة بتاعة امبارح اللي كان فيها المواجهة مع خالد كمال والحاجات اللي عملوها والفلاش باكس اللي شفناها وفهمنا الحادثة اللي حصلت للام عاملة ازاي والكلام ده كله ده كلام محترم وعيشني في الاجواء وكنت عايز دايما يبقى فيه تلوز واجابة عليها محاولات بتنجح ومحاولات بتفشل النهاردة كان فيه محاولة واحدة بتاعة الفيلا الباقي كله كانت الدراما العائلية فحاسس ان الاتزام مفقود شوية والمحاولات بتاعة تخفيف الاجواء مش كافية يعني حصل محاولتين تلاتة من داش كانوا موافقين صراحة منها الموضوع بتاع تجارة دوت وهي دي كلها تطرح عجبني الافيه بصراحة بالطريقة بتاعته بالكلام دوت بس الدراما اللي موجودة في خلفية حياتهم كلها بالحكاية اللي هم بيحققوا فيها مع الاجواء بتاعة الشاشة لان الصورة بتاعتنا قاطمة جدا وبيل قوي بهتانة جدا بتدخلنا في الاجواء بزيادة مع غياب اي شيء يستدعي الاثارة يعني ان كنتم متصور ان احنا في المرحلة دي في المراحل بتاعة التحقيق المفروض يبتدي يحصل بعض المواجهات مع بعض الناس تهرب منهم ما تبقاش عايزة تكلم ما تبقاش عايزة تاخد وتجي في الكلام حد ييجي دفلوهم كلو يحصل تواصل مع الشخص اللي ساب الصندوق حاجة من هذا القبيل فده اللي معطلني من اني اقوم بمهمتي كمشاهد مع هذا المسلسل يعني احنا قلنا مهمتي كمشاهد مع تحت الوصايا عمل ازاي ومهمتي كمشاهد مع تغيير جوه عامل ازاي هنا مهمتي كمشاهد انت كواحد بتنفذ المسلسل ده هدفك هو اني ابتدي اطلع بنظريات ابتدي افكر معك ابتدي اقولك لا ده مش هيطلع هو المسئول ده اللي حيطلع مسئول اللي ساب الصدوق فلان الفلاني اللي عمل معرفش ايه فلان الفلاني الفيلا داية السر بتاعها كزا العربية داية السر بتاعها كزا الجونان بس في الواقع انا كمشاهد ما بعملش كبه لان انت شغلني بحاجات تانية وما بتدينيش ما يكفي من ادوات علشان ابتدي اتحيز لبعض الافكار والبعض النظريات انا حس ان ده مفقود ويجب ان يتم سده قريبا لان النهاردة انا قاعد الان هي البنت حدبت مع ابوها طب هي مرتبها كويسة ولا مش كويسة طيبة ولا وحشة طب هو داش بعد ما امه تموت حيعمل ايه طب هو التاني علاقته بعم حسن ده ايه ومغير اسمه وهو بيتعامل مع ليه يا جماعة فيه فيه قضية اهم المفروض نكون موتنمين بيها وعملي نطلع بيها نظريات ونفكر فيها وبتا عشان كده بقولك انا بقوتني شوي على الصيعة بتاعت سامي انتع بتفرج الجعفر للعوم ده وهو شيء على مستوى الافكار ابسط بكتير من اللي بيحاول يتقدم في حاجة زي الصندوق ومع ذلك مصر كلها تطلع بعد كل حلقة تعمل نظريات وتوقعات وافكار وإيه اللي حيحصل في الحلقة الجاية ومين الضرب عيدة ومين العمل بتاعه رغم انهم الشخصيات اصلا مش جذبة يعني انت مش مهتم بيهم فرحانة فيك جدا انك تريات على ار 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 وربنا بتلاك بانك بقيت متابع جيد لجعفر ابس المستمتع فرق كبير وعارف انا هنا فين ومشغل انهي خلايا من مخي ومعطل انهي خلايا من مخي عشان الدنيا تمشي النقط بتاعت حسين فاهمي انا كحسين فاهمي ربنا خليك يا حبيبي مرسي كمواحد في الدنيا يا جماعة ممكن يطلع ويقول انا كحسين فاهمي انا كاي حب في الدنيا يعني اعتقد ان حسين فاهمي بوزها خلاص ولا بني ادم في الدنيا ممكن يطلع بعد كده ويقولك انا كاي يا ابن كحسين فاهمي يعني يا دود ازاي مسلسلات لسه تتصور في رمضان طازة يا رايس حيزان يعرضوا الحاجات سخنة اما اللي جيبوها بيتها يعني اللي عرفوا الاعمال اللي مفروض تكون جاهزة قبلها باشهر عشان المونتاج والتعديل ده عند الناس اللي ما عندهمش موهبة يا رايس احنا عندنا الحلقة تتصور تطلع في الميكروباس تتلون وتتمنتج توصل مدينة الانتاج الرقابة على البوابة وهو بيتشيك على البطاقة يكون متشيك على كل التفاصيل بتاعت الحلقة على الهارد ديسك على الهواء على طول اللي بيعملوا كده بتوعي الصناعات المختلة اللي عاوز له لسه شهر يعمل منتاج وشهر يعمل ميكساج ومعرفش ايه ليه احنا شغلينا على القط البلد يا رايس طازب طازب عمرك قبل كده قابلت مسلسل يناقش جريمة حصلت في يوميها مش هتلاقيها غير في الدراما المصر ايه بتشيك ورا شحروري على الفيديو اولا لا اقول شحروري دلوقتي دلوقتي يعني يجي في الحتة دي وانا بقول كده بعد سؤالك زمنه دلوقتي فتصان على روحه من الدحك زمنه حيموت من الدحك وانا هيا علي أسلم شحروري دلوقتي حالا على اللي بيعملوا فيا في الفيديوهات السكر في شحروري يا جماعة شحروري ما بتفرجش على المسلسلات فهو بيجتهد لما أجيب سيرة شخصية او ممثل او حاجة بالطريقة دي بيجتهد على قد قدرته في انه يقول بالمنطق كده يبقى هو فلان الفلان يبقى هو يقصد فلان الفلان فلكم ان تتخيلوا بقى مع المقاسي اللي موجودة عندنا في المسلسلات بتاعة رمضان السندي اصلا يعني في وقت من الوقت احنا كان عندنا إكنين ولدين تايهين والى اكنين اسموهم سيف واحد في رشيد وواحد في جعفر العمدة انا بقى باتكلم على جعفر العمدة يجب لي صورة سيف بتاع رشيد اتكلم على رشيد يحط لي صورة سيف بتاع جعفر العمدة والقلعن من كده لما جيت اقول فراولة الى الشخصية اللي عاملها نهلة سلامة في رشيد قاعد يدور في الجالري بتاع المسلسل على اكتر شخصية شبه الفراولة يم حيجب لي زبح حطي لي صورة رهامة عبدالغفور وهي لابسة بينك لما كانت أسماء في الأول ليه علشان شبه الفراولاية قلت له بس دي مش فراولة قال لي بس هي شكلها فراولة قلت له انت جاية عاكس يا ولد ولا اي انا مش فاهم احنا بنشتغل دلوقتي لأ ويه بقى بص على الحس الدرامي بتاعه انا قلت فراولة هي اللي كانت بتستقبل أسماء وبتديها فلوس وبتكرمها وحاجات بالطريقة دا فرحطت في الأول ريهم عبدالغفور وهي شبه الفراولاية وبعدين رحطت به هاب عبدالغفور وهي مش فراولاية توقع ملتصق أصله بس بيعمل موجود يحتر بصراعة باستغناش عن شحروري حبيبي يا بس الحاجات دا بتهلكني دا بتهلكني منتج الحتة دي يا شحروري انت حر يا شحروري عايز سلم نفسك سلم نفسك يا شحروري انا مش داخل خناء نزلت انت شوية دود نزلت وزنا بس مش شكلا يوم بتاع عرب هاردوير كانوا عاملين صحور كده روحتوا أنا وعمار خالد وأدهم جمعة أنا كرجل ذو كرش كرجل كرشفل الطبيعي ان احنا لما نيجي نقعد نقعد روح شجين التشرت كده علشان الحاجات فانا سخينت الصراحة كنت بالعب بجيم فيفا مع أدهم جمعة فالدنيا كعبرت وروح تعامل حتة منظر وهما فرحانين قوي بعثين للصور شفت متشكرين انا اتنورتنا قوي يا مهدي شفت الصور بتاعتي الايفنت وانا فتحت الصور شيل يا ابني شيل ماتج يا شحروري مفيش شحروري عايز فمحتاج اعمل شوية تمرنات بطنه وحاجات زي كده علشان المنسوب الحاجة تخمط شوية لكن انا وزنا حقيقة فعلا نزلت شوية مش كتير بس شوية يبقى حكي لنا عن البلوبرز بتاعت شحروري في حلقة ميني كده لا ما هو ده تقريبا بس اللي بيجنني في شحروري لانه بيعمل لي حلقة طويلة حلقة اليوتيوب ده 35 دقيقة 36 دقيقة اتفرج على 36 دقيقة ما فيهمش غلطة اجيب سرط المخرج يروح يجيب سرطه يا الله ايه الحلاوة دي وتبقى ايه مثلا انا عارش هاي في الفيديو 36 دي ودخلنا في الديقة 35 ده بقى انه هيعملها ولا ايه وبعدين فجأة يركب سيف على سيف يا لهوي كادا كادا كبير الهدفين عن يفعله اقول له بص يا دود انت استخدمت صورة غلط وبما اننا حنقدر بقى اوه مستحيل رب جعله الفيديو بنوت واحدة اروح عامدله بقى صفحة فولسكاب كده 35 40 نوت يشتغل عليهم في دورة 16 بعد رمضان ان شاء الله برتب برتب حلقتين كمان يعني حلقتين على كل قناة اخر حلقة شفتها الجافر انهي الاخرانية جافر ما ينفعش يتشايل جافر دلوقتي بيعمل معاملة حلقات جيمونفترونز انت لو استنيت ساعة بعد الفطار كل شيء هيتحرقلك يستفزوك لو يخرجوا اسوأ ما فيك ثم يقولوا هذا انت يا مهدي وهيكون عندهم حق الصراحة وهم مش محتاجين يستفزوني قوي اي حاجة كده صحورك ايه جايبين ساندوتشايني كان هايان علي يقولك ساندوتشايني ولكن هما ساندوتشايني الحقيقي مش هكذب يعني مش هعزر يا دود الحلقة 43 دي لو تقدر يا شحروري تقبل النكت اللي عليه وكلها معلومات دقيقة تصل للنسبة 95% حلقة هتبقى طويلة وهتبقى مضحكة كمان اشباحوا على خير باي باي اشتركوا في القناة